النهاردة يمكن هنتعرف مع حضرتك عن حاجة من أهم الأثار الموجودة في منطقة الأهرامات وهو أبو الهول طبعاً لا يذكر الأهرامات وأهرامات الجيزة من غير ما نقول دايماً أبو الهول إيه سر التمثال العجيب سواء في شكله أو في تصميمه أو في حجمه وإيه سر بقاءه شهرته النهاردة وارتباطه مع الأهرامات إحنا نتفرج على أقدم مريض في الدنيا وهو يعني هنتكلم عن الشخص الصامت وعن أقصر الشخصات السخرية ينظر للزمن منذ أربعين قارنة ولما واقف قدامه نابوليون بونابرت قال كده ألنظر أربعين قارنة من الزمن يعني أربعين قارنة بيبصولي فإحنا بنتكلم عن شيء يعني أكتر مزق أضخم تمثال في الدنيا ارتفاعه عشرين متر فيه أنفاء أسرار كتير قلت عليه خال حضرتك هذا المكان كان يأتي إلهي كل الملوك مش الملوك القدامى بغاية العصر الرمان اللي قاية انتصر عسكريا يعني يبيجي بتبارك بيه قبل ما يروح أي معركة في ناتون ورمسيس تاني وحكيبسوت كل النازل جمه هنا وكان يبقى قدامه نازريات عسينزي بولي ياخدوا الإذن هذا الصامت الجميل الرائع اللي ما بتعملش لأبله ولا بعد عامل زهرام الأكبر يعني الحقيقة تشبيه رائعة يعني أبو الهول إحنا نعتبره رمز الصمت الصمت والصمت وإيه؟ هو تكلم ثلاث مرات على فكرة الآن عرفش إن أبو الهول تكلم لا إزاي بقى؟ أولا حضرت لا دي جديد أه تكلم في عدة حتموس الرابع كان عندنا مالك اسم تحتموس الرابع تمام أه هو كان جاي يصطاد هنا المكان هنا كان بيسم ودي الغزلان تمام هو جاي يصطاد من قدام أبو الهول نعم وحلم هو كله إخوات كتير أه فالحلم قال له إيه؟ ما كانش يعشى من هو يتولى عرش فأزاح الرمال عن مين؟ عن أبو الهول سنة ستة وتلاتين برضو كانت غطى كل الرمال ايه غطت الرمل برضو آآ آآ فجالنا واحد اسمه رائع اسم مسليم حسن كان عالم مصريات آآ برضو جالت للنفس الفكرة وجاله في الحلم آآ فأزاح الرمال برضو جاله وابو الهول كلمه وأزار حمل آآ سنة اتنين وستين فكر رائع جمال عبد الناصر فعمل مشروع لسيط ودو آآ وقاله في المناء مسليم حسن ستة وتلاتين وفتين وستين إنما وظل صامتاً ظل شاهداً على تاريخ مصر ينظر إليها وزاره كل الملوك وكل العظماء وكانوا يتباركون فيه